على كل حال خلينا نروح لهدافي دوري أبطال أوروبا وعايز أقول لحضراتكم احنا عاملين كده زي قايمة أو يعني القايمة هقولها لحضراتكم من أفضل واحد لآخر واحد وهم أفضل خمس هدافين ده في تاريخ بقى بنتكلم دوري أبطال أوروبا كريستيانو رونالدو بيحصد الرنك أو اللقب الأول برصيد هنا كان بقى كريم بجد رقم برضو كبير جدا 140 هدف بعد كده ميسي 125 هدف بعد كده ليفاندوفسكي 86 هدف كريم بنزيمة 86 هدف بعد كده رقول جونزاليس ب71 هدف بس كده نقدر نقول أن رونالدو بيتصدر قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا رغم أن احنا عارفين أنه هو يعني طبعا منشستر ينايت المؤخرا فشل أنه هو يتأهل للبطولة لكن رغم أنه هو مش هيكون موجود لكن هو بيتصدر بتاريخه لإحراز للأهداف القيمة فبرضو كريستيانو رونالدو من الأسماء العظيمة جدا لكن برضو شوفوا مع منشستر لما راح هل هو حقق حاجة؟ لا ده كريستيانو رونالدو فده بيحصل عادي جدا